افاد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الاسكانية الدكتور خالد الحدان ان وزارة الاسكان انتهت من اجراءات توزيع شهادات الاستحقاق على المستفيدين من المرحلة الثانية من توزيعات وحدات المدينة الشمالية وذلك في اطار برنامجها الزمني لتوزيع ثلاثة الاف ومائتي وحدة سكنية اضافية تنفيذا لامر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء واشار دكتور خالد الحدان الى ان اجراء توزيع شهادات الاستحقاق يمثل المرحلة الاولى من اجراءات توزيع المشاريع الاسكانية حيث من المقرر ايعقب تلك المرحلة المرحلة الثانية المتمثلة في القيام باجراءات السحب الالكتروني للمشروع مع تقدم نسب الانجاز فيه في اطار الجهود التي تبدلها وزارة الاسكان لتحريك عجلة هذا الملف جاء امر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ليكون داعما لهذه الجهود ومحركا فاعل لهذا الملف الذي يتصدر بدوره اولويات الحكومة الموقرة فوزارة الاسكان وضعت كل الاستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ امر سموه بتوزيع ثلاثة الاف ومائتي وحدة سكنية على المنتفعين من الوحدة الاسكانية في جميع محافظات المملكة والله الحمد لله حسادي بسعادة يعني وحب وجه شكري لسيدي جلالة الملك ولسيدي رئيس المزراء وسيدي ولي العهد واسأل الله ان يتم عليهم الصح والعافية وعلى البحرين بعد بالخير ان شاء الله والله الشعور اليوم كلش منتاز يعني الفرحة موسعتنا انا والجهود ونشكر طبعا جهات الملك ورئيس الوزراسي خليفة من سلمان وولي العهد واشكر كل القائمين على هذه الاعمال والمشروع الكبير لسوء فرحة كبيرة يعني واجد اشكر الحكومة الرشيدة واشكر بعد كل من نساهم في هالنجاز العظيم نشكر ولي العهد لانه صر علينا بتوزيع هذا الوحدات السكنية كنت متفائل انه بكون في الدفع اللي حصلت يعني بتحصل له تخصيصه وبيوت في الشمالية كنت متفائل بهذا الشيء واستانست استانست وحتى خبرت لها ان شاء الله من يكون من ضمن اللي بحصله ان شاء الله اشكر القيادة ككل على الجهود اللي تبدلها في سبيل راحة المواطنين وزارة الاسكان انهت اليوم توزيع المرحلة الثانية من شهادات الاستحقاق على المنتفعين من الوحدة الاسكانية في مشروع المدينة الشمالية حيث ابدى المنتفعون ارتياحهم من سرعة انجاز هذا المشروع اولا احب اشكر القيادة الرشيدة على توجيهاتها السامية في المبادرة في تحريك الملف الاسكاني واشكر سعارة الوزير لما ساتها ملحوظة من دخل الوزارة وشفنا شلون الطلبات قامت تتحرك ثانيا المدينة الشمالية من خلال زيارتي لها من تقريبا سنة تقريبا يعني كان المشروع ما كان مكتمل بس بين علينا رائع وهالايام من خلال الانترنت واللي نسمع عنها بتكون ان شاء الله مدينة نموذجية ونتمنى نكون يعني من السكان السعداء فيها ونشكر القيادة والمدينة الشمالية ان شاء الله يعني بتكون مدينة رائعة يعني انها جديدة وكل شيء وعند البحر وصحيا بتكون اكيد افضل من المناطق الثانية انه ما فيه ازدحام حاليا المشروع جدا جميل واصلا المنطقة الشمالية من احلى مناطق البحرين في المناخ وهذا الشي معروف يعني الحمد لله على كل حال احب اشكر جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وصحاب السمو ولي العلم والله مسرورين جدا ومستهنسين نحن حصلنا على الوحدة السكانية ونشكر الحكومة الرشيدة على هذا مشروع جبار تشكر عليه الحكومة وهي الى المواطنين ونشكر القيادة الرشيدة على هذا الشيء شلال الشعورة فرحان فرحان يعني فرحان استمعت ان المدينة الشمالية بانه مدينة راقية وجديدة فحمد لله رب العالمين ان الله وفقنا وحصنا بيت في المدينة الشمالية اشكر القيادة معنا واشكر كل وزارة الاسكان وزارة الاسكان مستمرة في تنفيذ امر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 3200 وحدة سكانية فالمراحل القادمة سوف تشهد المزيد من التوزيعات والمزيد ايضا من المشاريع الاسكانية التي من شأنها ان تحقق اهداف برنامج عمل الحكومة والمتعلقة بالملف الاسكاني سهر عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر